في قاموس الإنسانية لا يختلف إثنان على أن الطفولة هي تلك الفصحة البريئة ببعدها عن جشع الكبار وعدائية حياتهم في القدس على وجه التحديد حجر وبشر وطفولة بمرصاد الإعدام التهودي ظاهرة الاعتقال بحق الأطفال المقدسيين كانت وتصاعدت سلطات الاحتلال تتذرع بحجاج واهية تهمتها تبدأ بإلقاء زجاجات حارقة ورشق الحجارة على إثر انفجار الاحتقال في الشارع المقدسي في الفترة الأخيرة نحبس ثلاث مرات عشاني أعطيك إيش بدأ في بلدة سلوان جنوب الأقصى عائلة الزيداني صارعت فيها الطفولة طفولتها وأمضتها معاناة خلف القطبان الإسرائيلية فقد اعتقل الاحتلال الإسرائيلي محمد وعامر عدة مرات قبل سنين عندما كانوا صغارا وإلى اليوم وهم ما زالوا أطفالا أما حفيد العائلة حمزة بعامين فقط عاشهما أرهب المخابرات الإسرائيلية استغربنا أنه بسألوا عن حمزة طبعا لما سألني ظابط الشباك عن حمزة أو جهاز الأمن الداخلي يعني كان موضوع من جهة مضحك من جهة غريب أنه أنت بتحكي عن طفل عمره سنتين التهمة كانت عن مشاركة في مواجهات الغاز جهازات حارقة ويعني ضرب حجار الطفل اللي قضاها بالسجن من عمره 13 سنة اعتقالات و21 اعتقال وأكثر من 108 ملفات أمنية ضد طفل واليوم عمره 19 سنة فعليا هو معاش طفولته تهديد واضح في 2011 من قبل ضابط المخابرات في بلدة سلوان لعائلتنا والعائلة عودة أنه أنا رح أربي فيكو سلوان كلها رح ألحقه للأبد ورصد مركز معلومات وادي حلوى اعتقال أكثر من 75 مقدسيا خلال الشهر الماضي بينهم 45 طفلا 22 منهم من بلدة سلوان والبقية من أحياء القدس القديمة والعيسوية تتراوح أعمارهم بين العشرة والسبعة عشر عاما هنا تختلف معايير الطفولة فبدستور أدها جهاز استخبارتي يعتبر الشباك أن أطفال القدس وراء إخلال أمن دولتهم لذا لا تستغرب مشهد المستعربين وهم يتكتكون لعملية سرية بدقةها حتى تكتشف أن الهدف هو خطر طفولي هنا في القدس تشيخ الطفولة وتفقد بصرها في عتمة عذابات السجون الإسرائيلية من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى زيناء صندوق رؤيا اشتركوا في القناة